أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد ده فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها على آخر استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء المغرب نتكلم في عدة تنازلي 24 ساعة فبالطبع فيه أحداث كثيرة وأخبار مهمة جدا لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة بعثة فريق النادي الآلي في الدوحة مع الزميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والوفد الإعلامي بالتأكيد الموجود في الدوحة لمتابعة ترتيبات وآخر أخبار لقاء كأس السوبر الإفريقي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد برحب بك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الآلي طبعا فيه جهد كبير جدا وشغل مميز خلال الفترة الأخيرة لكن طبعا إحنا بنتكلم بقى قبل المباراة بـ 24 ساعة الجديد عندك والنهاردة اليوم البرنامج كان ماشي إزاي وإيه الحالة المعنوية وأخبار الحالة كمان المعنوية داخل صفوف الفريق قبل مواجهة الغد يعني نقدر نقول محمد طبعا خلاص هي المرحلة النهائية بنسبة لاستعدادات والترتيبات الخاصة بالسوبر الأفريقي اللي إن شاء الله بإذن الله عندنا عمل كبير جدا وثيقة كبيرة في جمهورنا الكبير وأيضا كمان لعيب النادي الآلي والجهاز الفني نحن نقدر إن شاء الله بالمناخ الطيب والأداء المميز جدا لما نشوفه الحقيقة فيها التدريبات كل الأمور دي إن شاء الله كون معا نوم الأربعة فيها الثمينة مساء بتوقيت الدوحة السابع مساء بتوقيت القيران. النهارده طبعا محمد انتعرف قبل المبراء 24 ساعة بيكون طبعا مسحة تبية خاصة طبعا بيئة الكاف. أجرت النهارده صباحا اليوم بعد طبعا الفطار اللي كان عشر ونصف صباحا بتوقيت الدوحة. ومنها إلى الى الاجتماع الفني طبعا الأمور الاعتادية. الخاصة طبعا ببصول الفرقين. طبعا النادي الآلي وزير التقليدي. وكل الأمور الحقيقة الخاصة بيئة الكاف والمعتادة طبعا بحضور كابتن سائل عبدالحفيز كابتن سمير عدلي وكابتن ماهر عبدالعزيز أيضا كمان الدكتور عمرو محب طبعا المترجم الخاص بيئة للنادي الأهلي ويمكن كمان بقى نحن متظرين وهو المؤتمر الصحفي الخاص ببيتسو موسماني والشناوي يكون في السبعة والنصف بتوقيت الضوحة قبل انطلاق التدريب اللي يكون التمنى مساء على أستاذ أحمد بن علي الأستاذ بالمبراطئ يوم الأربعاء الحالة المعنوية الحقيقة محمد والنفسية جيدة جدا للعاب للنادي الأهلي الدور الكبير اللي بيقوم بيه كبار الفريق وكابتن فريقة للنادي الأهلي والجهازة الفانية والكابتن سائل عبدالحفيز ده مش جديد لكن بشكل كبير جدا هذه الفترة وهذه المرحلة الحقيقة ببعثت فريقة النادي الأهلي فيه تركيز كبير جلسات فردية جلسات جماعية لكل بيتكلم الحقيقة على أهمية المباراة وحضور الجماهير وعلى ذكر الجماهير الحقيقة محمد طبعا يعني جمهور النادي الآلي محضر مفاجآت عديدة جدا جدا يوم الأربعة تلتة شمال خلاص امتلقت بالآخر ويمكن كمان كان مخصص انت عارف 75% من مساحة الاستاذ لكن قدر جمهور النادي الآلي انه يحصل كمان على 3 تربع الاستاذ بالكامل فنشوف الحقيقة جمهور النادي الآلي في كل ارجاء استاذ احمد بالعلي ويا رب يا رب ان شاء الله بإذن الله يكون قوة كبيرة جدا فحمسهم وتحفزهم وتشجعهم من اول ديه الاخر ديه دور الجمهور مهم جدا لان كل الامور بالنسبة الفنية والاستاذات على اعلى مستوى ينخصنا بس ان شاء الله توفي ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله ليكون مع فريق النادي الآلي مع الجهاز الفني مع اللاعبين في مباراة صعبة جدا ولها تحضيرات كثيرة الحقيقة بيتسو مسماني كمان في هذه اللحظات بتجرى المحاضرة الفنية قبل التوجه إلى الملعب الراجل بيأكد طبعا على اهمية المباراة اهمية تركيز الكبير وحسم المباراة من البداية البداية هي بيكون مبشرة جدا والبداية بيكون مهمة جدا الراجل شغال في التدريبات بشكل جيد الحقيقة كمان ايضا في لفتة طيبة جدا مهندس هاني بوريدة طبعا عضل مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي وايضا كمان رئيس الاتحاد القطري حمد من خليفة اللي تواجده وحرص ان هو يزور وبيعت فريق النادي الآلي في ملعب أقل تدريبه وجامعيتهم طبعا جلسة مع الكابتن محمود الخطيب الحقيقة كانت اشادة كبيرة جدا من الجميع على التزام النادي الآلي في تحركاته في فندق الاقامة كل الامور دي الحقيقة مش جديدة على النادي الآلي فريق البطل بيميز بهذا الامر فممكن نقطة ايجابية جدا محمد وصابقوا كمان الحقيقة في فندق الاقامة صديق الحقيقة كابتن محمود الخطيب هو كابتن فريق نادي أريانا السابق وايضا كابتن منتخب بقطر الكابتن الشيخ محمد السويدي لحرص انه يكون فيه احاديث مع الكابتن محمود الخطيب واحاديث عن الذكريات الماضية جوا رائع جدا الحقيقة واهتمام اكثر من رائع اعلامي واهتمام ايضا كمان باشقانة القطرين هنا يعني الكل الحقيقة بيحاول انه يساعد النادي الآلي بشكل كبير فيارب يا رب كل الامور والمناخ الطيب الحقيقة اللي احنا عايشين فيه حتى هذه اللحظة يكون مصمر بشكل كبير جدا